طيب من أخبارنا النهاردة خالد عبدالفتاح ألف سلامة كابتن خالد خالد عبدالفتاح الحقيقة يمكن قدم أوراعة ماده الموسم ده لأسف شديد جدا إصابته اللي تعرض لها في مباراة المصري قدت إنه يكون عنده عملية جراحية لإنه تعرض لكسر في الترقوة والإصابة دي هتبعت خالد عن الملاعب تقريبا لفترة شهرين ويمكن الجهاز الطبي كان عمل أشعة لخالد عبدالفتاح أثبتت تعرض والإصابة بكسر في الترقوة وده طبعا لما خلهوش يكمل المباراة وفضل الجهاز الفني إنه يخرجه وتستغرق القصة دي تقريبا حوالي شهرين ده معناه إنه فترة الرحة السلبية اللي ادعها مارسل كولر بعد مباراة المصري لفرقة النادي الأهلي 21 يوم ومن بعدها فترة الأعداد خالد هيكون غايب عنها إن شاء الله ألف سلامة كابتن خالد وإن شاء الله ترجع أحسن وأفضل من الأول